هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بخلقة جديدة من حكي صريح مع الدكتور ساندرين عبر حكواتي واليوم رح نعطي بعض النصايح عن الانجيزيب الجنسي وشو اللي عن جد بيجذوب المرأة اكيد ما في خلطة سحرية وكثير من الاشخاص عندن افكار مغلوطة وخاطئة بالنسبة لشو عن جد بيجذوب المرأة ونحن عادة ما منحب نعطي نصايح تكون بطريقة ما عم تجبر الشخص انه يتصرف بطريقة معينة انما الواحد بده يقدر يفهم شو اللي فيه يجسب الشخص التاني وشو فيه يخلي الشخص التاني كليا انه ينفر اكيد التفطيلات عادة بتكون شخصية وكل شخص رح يكون منجيزيب لأمور مختلفة حسب طفولته حسب شخصيته حسب ماضي انما في بعض الامور قبدتها دراسات العلمية عن الانجيزيب الجنسي وشو اللي عن جد فيه يعجوب المرأة اذا بالاول بدنا نقدر نصحح المفاهيم الخاطئة فيه صورتين نمطية لازم نصححها لكثير من الرجال عنده نيها الفكرة الاولى هو انه بس الواحد يكون عنده مصاري هيدا الشي اللي رح يجزو بالمرأة تاني شغلة انه الشخص لازم يكون حلو جسديا تيجزو بالمرأة اولا بدنا نعرف انه هالفكرتين خاطئة بعدين بتحط الرجل بمحل كتير صعب لانه الامرين الواحد ما فيه يسيطر عليهم يعني حتى اذا بتشتغلوا كتير برك ما تكونوا كتير اغنية وقت ما رحتوا عملتوا رياضة ما اشتغلتوا على جسمكن ما رحتوا تطولوا فجأة ثلاثين سنتي وتصيروا كتير طوال وكتفكن كتير اعراض فالواحد بده يكون شوي واقعي ويعرف انه بالاساس مش هيدا الامور اللي رح تجزو بالمرأة فرح نباليش باول شغلة عن جد فيها تجزو بالمرأة حسب الدراسات العلمية اول شغلة هي السئة بالنفس في دراسة كتير حلوة انه عملت على عدد قليل من الرجل كانوا مقصومين لمجموعتين اول مجموعة عاتون عطر مع ريحة حلوة وتاني مجموعة عاتون سبري من دون ريحة واخدو لهم صور فرجال اللي كانوا لبسين ام حاتين السبري اللي عندو ريحة حلوة كانوا حاسين بسئة بنفسهم اكتر ورجال اللي كانوا حاتين السبري من دون ريحة من دون عطر كانوا حاسين بسئة بالنفس أل وفرجوا الصور لنساء والنساء نقوا صور الشباب اللي كانوا حاتين السبري اللي عنده ريحة حلوة بفرجوا قدي المرأة من جذبه للثقة بالنفس الثقة بالنفس انتبهوا ما عم نحكي عن الغرور فهذا الشي بيبين عليكم من برا بيبين على مظهركن وعادة كتير بيأثير على الانجيزاب الجنسي تاني نصيحة رح تستغربوا شوي منها انه في كتير من الاشخاص بيفكروا انه الزكورية اللي بتجذب هو الرجال القاسي القوي اللي بيبين قوته وبالحقيقة هذا شي مش مزبوط الواحد اذا عن جد بده يجذب امرأة بده يفرج انه هو لطيف انه هو كريم انه هو شخص بيعته انه هو شخص شغيل انه هو شخص رح يفكر بالشخص التاني رح يهمه حاجات الشخص التاني ودراسات ابدت انه الاشخاص اللطيفين عادة بيجذبوا اكتر من غيرهم تالت نصيحة هي الفكاهة هلأ ما رح تصيروا تخبروا لكات ابو العبد بس الدراسات فرجت انه الرجل اللي عنده هيك روح الفكاهة اللي بيعرف يضحك الشخص التاني اللي بيعرف يبتسم اللي بيعرف يتضحك عادة رح يجذب اكتر المرأة وكتر كتر من الدراسات فرجت انه تشي كتير بيلعب دور على الانجزاب الجنسي بين الشركين رابع نصيحة بتكن تفرجوا انه انتو منكن انينية يعني انتو اشخاص قادرين تعتوا لغيركن وقادرين تفكروا بحاجات غيركن يعني قدموا خدماتكن ما تنقوا كل الوقت عن انتو حاجاتكن احترموا حاجات الشخص التاني هذا شي كتير مهم مهم تقدر المرأة تشوف شخص حاضر انه يعمل بعض التنزولات كرميل الشخص اللي بيحبوا اللي مهم بحياته خامس نصيحة وهذا كتير كتير مهمة لازم تكونوا متسمعين ناشطين وتعرفوا انه تعبروا عن حالكن حلق برك ما تحكوا قد الشخص التاني اللي بوشكن بس اول شغلة اللي كتير بتأثر على الانجزاب الجنسي والعاطفة هو انه تفرجوا انه قادرين تتسمعوا والتاني شغلة انه قادرين تعبروا عن مشاعركن وعن احسيسكن لانه بنهاية بدو يصير فيه تفاعل بين شخصين والمرأة بحاجة انا تحس انه شخص التاني عم بيفهمها عم بيتسمع عليها لانه بهالطريقة بتعرف انه فيه يكون شريك بيتأمن له وفيه عنجات تتكل عليه اذا فيه حاجة سادس نصيحة هي انه تبتعدوا كتير عن الغرور وانه تقدروا تتقبلوا الانتقادات وما تكونوا حساسين للرفض انتو مش بحاجة انه المرأة تقبلكن ام ترفضكن هادي شغلة كتير مهمة يعني ما تكذبوا وتحطوا ماسك تحطوا واجهة وتعملوا كل شي بس تتعجبوا الشخص التاني لا بتكون تفرجوا انه عنجات انتو قادرين تكونوا حالكن وقدرين تتقبلوا الانتقادات ومنكن متعليقين بكبول الشخص التاني وهوني بتكون تنتبهوا انه مش تكون اخر همكن رأيه التاني بالعكس بس ما تتضيقوا تنجرحوا من تعليق التاني من رفض الشخص التاني ها شغلة كتير مهمة بدكن تنتبهوا للإيغو تابعولكن سابع نصيحة هي انه تكونوا صارحين عن العيوب تابعوليتكن الشخص اللي بيكون واسق من نفسه هو شخص قادر يحكي عن عيوبه ما في حدا مثالي ولا رجال ولا نساء بس تخبوا عيوبكن عم بتكذبوا وهذا الشي بيفرجي كمان انه انتوا ما رح تتقبلوا الانتقاد وما رح تكونوا قادرين تتعاطوا مع الشخص التاني بس تفرجوا عيوبكن وتكونوا عن جد صارحين على الموضوع ساعتها شخص التاني بيقدري فهم انه انتوا بتتقبلوا الشخص اللي مش مثالي هدف بيفرجي ثقة بنفسكن وبيفرجي كمان تقبل للغير هلا مش من اول مرة اول ديت ام اول مواعدة رح تقولوا انا هيك 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 مرة على مرة رح تكونوا عم تحكوا عن نفسكن وعن جد عم بتفرجوا حالكن على حياتكن تامين نصيحة لازم تكونوا بتعرفوا شوي اهدافكن بالحياة وتكونوا محددين ايامكن لانا المرأة بتعتبر الرجل اللي ما عنده ايام وما انه متجه سوبشي ما عنده هدف بالحياة شخص ما فيه يسيطر على حاله وما عنده انضباط وبهالطريقة بتحس انه ما فيها تتكل عليه ما انه شخص مسؤول وده شي كتير مهم عند الرجل وعند المرأة انه الواحد يقدر يحس انه فيه يتكل على الشخص التاني وهذا الشخص عنده مبادئ عنده ايام تاسع نصيحة ما تكونوا كتير متعلقين بعوايدكن يعني الشخص اللي ما بيتقبل ابدا انه مثلا يجرب مطعم جديد يجرب مأكلات جديدة يجرب يجرب شي جديد عامتان ام حتى ما بيقترح الشخص التاني انه يروح على محل ما بيعرفه ما نقول انك انت بدت تكون المغامر لكل الوقت عم تعمل مغامرات بس انك انت متقبل ام منفتح للتغيير مش بس عم تلحق انت هيك عويدك وما بتغيرهم كرميل للشخص التاني التغيير والتنويع كتير عادة بيجذب المرأة عاشر نصيحة حط شوية مجهود على نفسك يعني بدك تعرف انت شو هني اهدافك بالحياة بس كمان شو هني رغباتك شو هني حاجاتك شو اللي انت بدك عامة لانه اذا ما عندك انت رغبات وما عندك حاجات كأنه ما عندك شخصية بدك تكون حاطة مجهود على نفسك وعنجت متقبل حالك وبتعبر عن حاجاتك مش عيويز مرأة كرميل تعبي حاجاتك لانه المرأة ما لازم تحس انه انت شخص محتاج ومن دونه ما فيك تعيش بدك تحس انك انت فهمين نفسك وقدر تلبي نفسك ما عم نحكي جنسيا عم نحكي عامة بالحياة المرأة عم بتفتش على حدا ميكن على شخص قدرة تشارك معه الحياة قدرة تحكي معه اذا تنينتكن وجهته مشكلة قدرين سواء انه تحلوا المشكلة النصيحة رقم 11 شوي بتشبه النصيحة حكينها قبل هو انك انت تكون حاطة لحالك اهداف اجتماعية ومهنية ما عم نقول انك انت لازم يكون عندك منصب عالي كرميل تجذب المرأة بس بدي يكون عندك نوع من الطموح الطموح كتير مهم تيوح حدي بيين جزيب قلة الطموح عادة منو شي مغري للشخص التاني الطموح في يكون كتير جزيب للمرأة وللشركة شو ما تكون مهنتك انك انت تفرج انك حابب تروح لابعد منك قبلين انك تبقى محلك بدك دايما تتقدم بالحياة النصيحة رقم 12 هو انك تكون عم بتنشر موجات ايجابية من الطاقة الايجابية يعني اذا كل الوقت عم بتنق من الحالة من المشاكل من الحياة كل الوقت زعلين ما عم بتتبسم هادا شي كتير بيأثر على الانجذاب الجنسي والغير الجنسي اني بدك تقدر تشوف الكبية نصة معبية ومش نصة فاطية بعرف اذا انت عم بتعاني من اكتئاب مرح تقدر تكون مرح ساعتها بدك تقدر كمان تطلب مساعدة وتعمل علاج نفسك لم تقدر تطلع من هيد الحالة اللي انت موجود فيها النصيحة رقم 13 ما تحط كتير اهمية على النتيجة بغير معنى ما تفرج للمرأة انك انت ميت تتوصل لنتيجة وعم بتحط كتير ضغط عليها تتوصل لها النتيجة مثل بدي اتجوزيك بدي نم معك بدي اعم لا بتكون تكونوا انتو عم بتعبروا عن حاجاتكن عم بتتقبلوا الرفض اذا فيه رفض وعم بتتقبلوا انو تمشوا على مهل اذا الشخص اللي بوشكن حابب انو ياخدوا الامور على مهل اكتر يعني بتكون عن جد تاخدوا وقتكن تحترموا الشخص اللي بوشكن تتقدروا عن جد تتنموا علاقة سليمة بينكن وبين الشخص التاني بدون ما تحطوا توقعات للي انتو بتكون توصلولو لانو بارك مش ما توصلولو وحتى شي طبيعي ما فيكن توصلوا لأهداف كون دايما مع كل الاشخاص النصيحة رقم 14 ما تخافوا انو تكونوا اضعاف دم الشخص التاني عنا دايما هالفكرة وحكينا عنا قبل انو الرجل لازم يكون هو مبين القوي للقاس ما بيبكي ما بيضعاف لا قابتكن بتبينوا انو انتو فيكن تتأثروا انو عجاد عندكن عواطف انو بتحنوا لبعض الامور انو عندكن جانب حساس هويدا شي كتير بيأثر على الانجيزة بالجنسي النصيحة رقم 15 نتبهوا لتصرفاتكن يعني كتير مهم الواحد يكون مهزب مع الشخص التاني يعني يعرف يقول عملي معروف شكرا يقدر كمان يعرف يعرض بعض ما بعرف الخدمات الشخص التانية مباركا هي ما تقبل اذا انتو حابين تفتحوا البيب مباركا هي تقرر انو لا ما بتحب انك تفتح للبيب بس انو تكونوا انتو في تهزيب بالمعاملة مع شي كتير مهم لانو المرأة رح تطلع له الجوانب لانو دايما بالانجزيب الجنسي التهزيب بيخلي الواحد يحس حاله مش بس بأمان بس يعرف انو بالمستقبل رح تقدروا تكونوا عم تتصرفوا بطريقة مهزبة بالمجتمع واذا عم تبنوا عائلة بتربية الاطفال النصيحة رقم 16 اهتموا بنفسكن بمعنى اهتموا بصحتكن المرأة عادة من جذبة عم نحكي دايما المرأة المغيرة يعني المرأة اللي بتنجزيب للرجل ما عم نحكي عن غير نساء فالمرأة بتحب الرجل اللي بيهتم بصحته اللي بيهتم بحاله ما عم بقول انو تقدوها بتجم وتقدوها عم تعملوا رياضة لانو هادا شي كمان فيكون ما انو مجزيب ابدا اذا بس بتهتموا بعرض كتافكن ده شي ما رح يكون مصير للمرأة بس بس تكونوا عم بتفرجوا انو بتحطوا اهتمام بحالكم هادا شي كتير بيزيد من الجاذبية تبولتكن النصيحة رقم 17 فرجوا انو بعد الاوقات فيكن تكونوا القائد وبس نقول القائد مش يعني انتو المسيطرين يعني انتو فيكن تاخدوا قرارات ما بعد ما يصار فيه التشاور على شو الانسب انو يصير انو تفرجوا انو انو فيه سقة بنفسكن كفية تتاخدوا قرار واكيد هوني منجع نقول بش يعني تكونوا مسيطرين عالشخص التاني هم تكونوا عم تاخدوا رأيه بس قادرين تاخدوا قرار بحياتكن ام بأي نوع من الموقف بالحيات وانو انتو قادرين تعملوا نوع من التنازلات بالنسب للعلاقة النصيحة رقم 18 دايما سقفو حالكن يعني تكونوا شو عم بيصير بالبلد تكونوا عارفين شو فيه تكنولوجيا جديدة مش بس تكونوا مفوقسين على آخر ماتش فوتبول وتشوية السيارات بين الشباب ام الموتويات بين الشباب لانو بالنهاية بتكون تقدروا تحكوا مع الشخص التاني وانيساء كتير بنجذبوا للشخص اللي بيكون عنده ثقافة وقادر يحكي وكمان عنده رأي مش بس انو بيعرف معلومات بس عنده رأي بالموضوع يعني بيفرج انو بيفكر بالمواضيع اللي فيها تكون كتير متنوعة فيه اشخاص بيهتموا اكتر بالكتب بالقرائة فيه اشخاص بيهتموا بالسياسة اشخاص بالتاريخ اشخاص بالجغرافيا اشخاص بال ما بعرف افليم بالسينما بس يكون عندكن اهتمامات هذا شي كتير مهم النصيحة رقم 19 فرجوا انو انتو فيكن تكونوا مسؤولين مش ضروري مسؤولين بمعنى انو ضروري تتجوز ويجيبوا ولاد بس انو انتو فيكن تفكروا بعلاقة طويلة المدى اذا عم نحكي هون انتو بس تكونوا عم تحكم على شخص وحبين تفوتوا بعلاقة طويلة المدى بس الواحد يفرج انه هو مهتم بتأسيس شي ثابت ام جد عادة رح يبين جزيب اكتر اخر النصيحة النصيحة رقم 20 بتكن تعرفوا امتى تقدروا تكونوا كيف تقولها تحكوا بطريقة مباشرة للشخص التالي يعني بتكن تقدروا تفهموا اللغة الجسدية تعبوت المرأة تقدروا انتو كمان تعبروا عن نفسكن يعني المرأة اللي رح تبتسم لكم اللي رح تفتح عيونها وتتطلع فيكن تجا تسكر عيونها تحط راسها على جنب وتتطلع شوي لبعيد بركة تضحك بركة تفرج حالها مستحية هوني بتفرجيكن انه هي مهتمة ففيكن تروحوا لابعد يعني فيكن ما بعرف تعزموا على قهوة على عشاء بتتقدموا بالعليقة بس مش تفرضوا حالكم عليها وهوني عجال بتكن تعرفوا تقروا اللغة الجسدية تابوت المرأة تعجز يكون فيه الكيمياء الجنسية ام الجسدية بيانتكن حتى اذا الهدف منه ضروري انجزاب جنسي ام جسد يكون انجزاب عاطفة فإذا هيك شوي منها نحكي عن السكس أبيل اما الانجزاب الجنسي كتير مهم انه انتو ما تكونوا عم تفردوا حالكم على الشخص الثاني يعني فيه رجال بيصيروا بيلطشوا بدغر بيقولوا للمرأة في تاكسي سكسي وبطريقة بتكون منها لايقة عم يجربوا يدقروا جسم المرأة مش هيك الواحد بيعبر عن انجزاب تبعوله بتيفرجوا بطريقة طبعية وعفوية عن انجزابه بس كمان بطريقة لايقة هدا شي كتير مهم بس نحكي عن الانجزاب الجنسي لانه في خط كتير رفيع بين الاطراء والتحرش هوني بتكون تعرفوا تحددوا الحدود وبس ما تكونوا عارفين فيكن تحكوا بصراحة يعني تقولوا انا كتير منجزب فيك حابة مروح لأبعض حابة منرجع نشوف بعض ما باعف اذا انت حسي بنفس الشعور هيك بطريقة سلسة مباشرة ومنى وقحة وما تكونوا عم بتفردوا حالكم على الشخص التاني اما بتكونوا عم بتتحرشوا بالشخص التاني رح تفكروا قف حود كتير وكيف يعني رح سير شخص تاني تقدر اعجب مرة وما بحياتي ولا شو ما بدكتسر راسي تحبني مثل ما انا ايه ما هيدا هو الهدف هود النصايح هنه كرميل انتو تكونوا عن جد انتو بس احسن شي اللي موجود فيكن فالواحد بدو يكون صريح بدو يكون عم بيبين باهتمام بالشخص التاني وبيحاولوا كمان ومش عم بيمثل وعم بيعمل مسرحية لا الواحد بدو يكون عن جد صريح لانه اذا بالاول كنا بيمثل بعدين رح تنكشف حقيقته وده شي كتير بيسبب مشاكل بالعلاقات طويلة المدى وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم بحب اشكر كل مستمعينا ما تنسوا تبعتوا اسئلتكم بخانة التعليقات وتشتركوا بالبودكاست يلا باي باي اشتركوا في القناة